السلام عليكم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير كنت من شاء الله أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو نهار اليوم اللي غادي نتقسم معكم فيه كيكات اللي كيجيو أكتر من رائعين جوج كيكات اللي غادي يكونوا ما شاء الله بحجم عائلي بحجم مرتفع كيجيو واعرين صدقوني إذا عملتهم غادي واللي كل شي يطلبهم منكم وإذا كان عندكم باتيستري أو كتعملوا الطالبات فهد الكيكات هادو تعملوهم بوجهكم حمار كيجيو أكتر من رائعين كنت من شاء الله أنكم تتابعوا معايا باش تعرفوا حالات المكونات وطريقة تحضير في نفس الوقت فأول خطوة كان أخدوا المولات كان دهنهم بالزبدة وكرشوهم بالزنجلان الزنجلان أي نوعية كانت متوفرة عندكم الأهم يكون منعقي وصافي وخام يكون شي محمار المولات اللي عملت أنا عملت معكم مولات متوسطين إذا كانوا صغار غدي تديرو 3 ديال المولات كانوا متوسطينغادي تديرو 30 مولات طبيعة لحال لي بنغادتغير غير وحيدة غدتدير نصف المكونات في قناة غدين نوضعو 10 ديال الحباتي ديال بيض متوسطين الحجم فإذا���رتوا واحدة غدتدير غير 5 ديال حباتي ديال البيض Nakame معاكم خطوة بخطوة أي مكونا غنعطيكم Li有一 함께 سوف نضيف كقوس السكر مايو عادل 240 غرام إذا قمت بزلافة سوف نضيف كقوس سوف نضيف كقوس سوف نخلط جيدا البيض مع السكر اما بالخلاط الكهربائي او بالخلاط اليدوي تخلطه بشكل جيد او في الكاس ديال الخلاط تجمع المكونات السائلة كلها وتخدموها فيه ومن بعد تصبوه في إناء وتخدموه بالخلاط اليدوي فانا خدمت جيدا البيض والسكر حتى تصبح اللون مفتوح وسوف نضيفه جوش كقوس ديال الزيت سوف نضيف الكأس الاول ثم ان شاء الله الكأس الثاني اللي سوف نضيف غير كيك واحد سوف نضيف غير كاس واحد ديال الزيت سوف نخدم بشكل جيد حتى يدخل لي الزيت ومع باقي المكونات وسوف نضيفه جوش علب من الياغورت اما يكون ديال البانان او ديال الزاني سوف نقول إذا كنتو سوف نضيف غير كيك واحد سوف نضيف غير علبة واحدة من الياغورت فالمكونات واضحين بزاف بزاف سوف نضيف قشور جوش حمضات سوف نأخذ الحمض اي حمض بلدي او لا سيترون او نضيف القشور دياله حكا كالرقيقة او نضيفه دوك جوش حمضات بعد ما حكينا القشور ديالهم نعصر الماء اللي فيهم سوف نحتاج ايضا نصف كاس من عصير الحمض دروري دائما من عصير الحمض نصفيوه فاخدمت جيدا ودخلت ديال العصير ديال الحمض مع باقي المكونات بالخلات الكهربائي من بعد فاش غاديم بدا نضيف الدقيق كنحيدو الخلات الكهربائي وكنديرو الخلات اليدوي وكنبقى نضيف الدقيق وانا كنخلط فالدقيق عندي مغرب المنقبل فغربلتو عادي بديتك نضيفوه فالدقيق غادي ترفض لكم الكيكة ديالكم ان شاء الله 500 جرام ديال الدقيق حتى ال 550 جرام غادي نحتاجو ايضا 100 ديال الخمارات فالاخوات اللي غاديديرو غير كيك واحد غاديديرو 250 جرام زلافة عامرة مزيان وغاديديرو ثلاثة ديال الخمارات احنا انا عندي القياس ديال جوش كيكات فعندي 6 ديال الخمارات وجوز لايف مملوئين بشكل جيد بعد ما دخلنا الدقيق ديفنا الخميرة كنخدموها جيدا حتى ما كيبقى لناشي نهائيا ديال الحبيبات ديال الدقيق قاوام ديال الكيك ديالنا مخصوش يكون خفيف كيكون شاد فراسو ماشي خفيف دابا بعد ما اخدمنا الخليط ديال كيك ديالنا بشكل جيد هدا هو القاوام كنتمنى يكون واضح لكم ماشي قاسح بززف وعوتاني ماشي خفيف يعني كيكون شاد فراسو دابا كناخدو المولاد ديالنا اللي اه 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 سوفنا في اللاول ديال سوف نضعوه فيهم الخالط سوف نقسمه للكيج و تقدرون تقسمه حتى ال3 ديال الكيك يجوكم زوينين اذا بغيتو هكما يجوكم شي طالعين مثال الزنجلان كي يجو رائع جدا كي يجو بنين كي يجو الكيك ديال زنجلان مميز تقدروا القوكو ولكن انا انا افضل هذا الكيك هذا الديروا للزنجلان وفش يكون عندنا كيك ديال الشوكولان عمله الكوكو فبعد ما قسمت الخاليط ديال الكيك الى جوج مولاد كان اخدو المشماش والعناب المجفف كان قطعوه القاق وكان زيين بهم الوجه ديال الكيك وعندي هنا ايضا القرقع وعندي اللوز اللي حتى هم مقطعين وكان زيين بهم الوجه فما غاديش يبقى لنا على الوجه فراغا ديهبطو غاديجو مزعين في الكيك وكيجو عاطين مع داق اللي رائع وهاكا اللون اللي مزيون في الداخل ديال الكيك فما بعد ما وزعت بهات الشكل فتقدروا تديرو اي نوعية ديال المكسرات اذا كان عندكم غير زبيب اي العناب المجفف تقدروا تديرو غير بوحديتو او غير المشماش او غير المكسرات فانجمعت كل شي مع بعضو وكيعطوني واحد المزيج اللي مزيون بزف بزف وصدقوني انه مختلف بزف على الكيك العادي اللي كيجي في هاد المولات هذا كيجي راقي كيجي سوين كيجي مميز جدا فدهبا مبقاليا غير ندخلو الفران فغادي نطيبو معاكم فران الغاز وغادي نعطيكم ايضا حتى طريقة في الفران الكهربائي ففران الغاز اذا اشتو طاوة مشي متساوية فدائما ساويوا الفرن ديالكم هكا بجوج معالق بهات الشكل فانا درتهم على هاد الشكل وساويت بالملعاقات والفران كيف شفتو النار مهيلة والفران كان عندي مسخن واحد خمسة ديال دقايق من قبل هاد الفران هادا كيجي بطيب غزال هو هادا الشكل دياله منبررة غير الفران ديال فاس العاديين ولكن طيبهم رائع لا في الكيكات ولا في البريوش ولا في الخبز فهكا تقسمتو معاكم الفران الكهربائي غادي طيبو على ميه وسبعين مية وستين دراجة كيكات ديالنام بعد المدى استعليهم تقريبا واحد خمسة واربعين دقيقة كيكون هادا الشكل ديالهم من تشموا الريحة اعطا تفضر غادي تفتحوا عليهم غادي تلقوهم تحمروا حتى من على الوجه يعني ما تحتاجوش انكم تهبطوهم التح تخليهم غير الفوق حتى كيتحمروا ولكن على حساب الفران ديالكم فهذا الفران هادا انا منين صفي اعطاو الريحة في الدار دازت هكا كخمسة واربعين دقيقة فتحت ايديهم كانوا محمرين ما شاء الله من على الوجه وهكا من الاسفل فخليتهم حتى تفقدوا الحرارة وغادي نقلبهم في طباسلات كيجيوا ما شاء الله عالين مرتافعين وكي يعطيوا واحد نسمة في الدار كتحمق فكيتحيدوا بكل سهولة حيدوهم هما الدافين والمول اذا بغيتوا يتبط ليكم الزنجلان مزيان دائما دهنوا بالزبدة فالزنجلان كيتبط على الزبدة اكتر من انه يتبط على الزيت كيكات ديالي هما هادو ما شاء الله كيجيوا طالعين غزالين كنتمنى ان شاء الله لعولو يكون واضح ليكم وتقدروا الكيكات ديالكم تحتفظوا بهم بهذا الشكل هذا ما يحتشي انكم تزينوهم انا التزين اللي غادي نزيد لهذا الكيكات غادي ندهنهم واحد دهنة خفيفة وغادي نقسم تشوفوا شكلهم كيف يجي من الداخل فكيجيوا بهات الشكل كيجوا خفافين بحل الرش كيجيوا اسفنجيين بحل جينواز داك المكسرات كتهفط للأسفل وكتعطي هاداك الشكل وكتجيها يعني بعض القطاع كيكون فيهم حتى في الواسط فكنتمنى يكون واضح ليكم قوام الكيك من الداخل فكيجي كيك لهائل جدا اسفنجي ناجح مليون بالمئة فهذا الكيك هذا حضرناه بطريقة بسيطة سهلة ومختصرة كيتوجد بسرعة وماشاء الله كيك اللي كيحمر الوجه وصدقوني غادي اي واحد دقوا عندكم او خدمته كطلبية فالكل غادي يطلبكم ويعاودي يطلبكم يا اما تعاودوا تخدموه له ولا لي هكما كتخدمش غادي يطلبوا لكم المقادير كونه متأكدي فنفس هاد الكيك هادو هاد الأسبوع هادا خدمت ثمانية ديال الوحدات ما شاء الله تبارك الرحمن فان شاء الله حتى انتم هيا اذا عملتهم غادي يطلبوا منكم بزاف 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 ثمان البيع ديال هاد الكيكات فانا كنقول ثمان المناسب ديال هاد الكيكات كيبقى غير الموقع اللي كيحدد احيانا ثمن ولكن ما بين خمسين وسبعين درهم كيكات اللي ما شاء الله كيستهلوا والثمن ديال الوحدة لان فيهم اللوس فيهم القرقع فيهم الزبيب فيهم المشماش فكيكات اللي مميزين وراقيين بزاف هاد صوروا هاد المقطع الصغير نفس المقادير نفس الكيكات غير انا كنت حدرتهم قبل في مناسبة فكنتم ان شاء الله حتى انتم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم خليتلكم الراحة دمتم في امان الله مع السلام